نحن نتوفي زاوية سيد عبد القادر زاوية هذه تأسط عام 1776 جاب الطريقة لها سيد علي شايب جاب من بغداد وجاب من لوس عام المدينة المنورة خذها من طريقة مدينة المنورة على سيخ سمان ومن بعد زاد مشار البغداد وخذها على ذري سيد عبد القادر جاب الطريقة هذه وعطاه للمريدين منهم سيد محمد الإمام اللي هو ولد الشيخ بمعناها الشيخ الزاوية توفى سيد علي شايب عام عام 1784 عام 1885 كمل البنية متاحها سيد محمد الإمام في عهد حمودة باشا ووقف على اتمام البنية متاعها الزاوية ذي وقعدت المشيخة في ذري سيد محمد الإمام تموجود في الذريح الداخل تقى المشيخة المشايخة اللي يشده تقى سيد علي شايب تقى سيد محمد الإمام وتقى ذريد سيد محمد الإمام وهذه الطرب والكل متاع دار الإمام فهم مشايخة اللي يشده في الزاوية ذي والأقارب متاحهم والكل هذه القبة متاع الزاوية هنا يتلموا لخيان المريدين ليلة الجمعة الخميس في الليل ويعملوا الذكر متاحهم ساعتين حزب الختمة والبردة وذكر ومدح الرسول وشيخ عبد القادر والأولياء صالحين تقعد هنا تبدأ معها في العادة من التسعة تقوم الساعتين تقصد من الكورونا والكورونا ما عادش قاعدين كان الزيار يجي زوروا الكورونا وخطر هنا وقت الليلة الخميس يعملوا القصعة كوسكسي والناس يأكلوا مع بعضهم بالمغارفة يبيضها مغارفة هذا يخذها الآخر وبعد يقوم يقعد الآخر ارتفن فيها مش معقولة بالكورونا كيش تعملين له كلو حاج يجي بمغارفة فوق منه حسينوا وكاللمان والوجه في الوجه والذكر الكورونا بطلت هذه كانوا الناس بعدت شوية وقعدوا الناس يجيوا يزوروا في هذه القبة هذي الحرم هذي الحرم مدفنين فيه المشايخ المشايخ اللي شده والمشيخة هنا الشيخ اللولاني اللي جاء بالطريقة كما قلت لك سيد علي شايب هو هذي طرفاني هذي هو سيد علي شايب هذية المريض بتاع سےدي محمد الإمام اللي تسمات عليTHالزاوية هو دخلاgefني مغادي خم39 فيراغم الى انيه شيخ سيد محمد الإمام لكن就ص اعطاهها الطريقة للسيد محمد الإمام واقال اتوني عاً عانساقيك الشيخ قال المريد اتوني عانساقيك وهذاك عليش تقال ثيد علي شايب يتون هنا و مريده سيد محمود الامام الداخل التابوت هذاك أو هذاك ذراك ذرية متاع سيد محمود الامام الكل هم مشايخ هنا الابو ولده غاديك لا poder ولده معناها كنتشوف السلسلة تلقى سيد محمود الامام غادي ولده مغاديك ولد ولده مغادي ويم semaine 곧 ولد ولده هنا وهما بعض مشايخ كما الشيخ غاديك ابستين وختا بوركيبها أعمال قانون معاش تدفنوا في الزوية في التربة تدفن عز دين الإمام غاديك إذن من برقيبة خاطر مقاوم كل شيء حاصيلوا هذاك سيدا شيخ والأخرين كلهم العائلة المتفونين ذوكم ترافين كلهم العائلة إذا ذي كلها التربة نتعى دار الإمام ساويه التربة وكما قد لك هذه أول زوى في إفريقيا وقتها يجيوا في قمع زوار يجيوا يجيوا في زوارها من نظر أنت الحركية وتعرف الوقت مش كما بكري وزادت كورونا زادت عليها وزادت صارفاها كلها يدخلوا عزوية وكل حكاية هذه معناها قلت الحكاية ولا شواش بيدهم ما عادش يا سكن بكري شواش هنا لهين بالزيارة طريقة فهمها شيخ فهمها بعض قليل معناها مش شواش لهذا معناها تحل في أوقات معينة ما هيش مسكرة عمرها مسكرت معناها مسكرة مسكرة بقا تحل الصباح كاكا مع العشرة يسكر الشيخ بعد العصر كي تجي قبل العشرة مثلا تقهم سكرة بعد العصر تقهم سكرة فهمت وزوارتك يجيوا شنو يجيبوا لا شيء هنا يجيبوا يجيوا أكثرهم يقروا فاتحة يأخذوا الماء شوية ماء ويقروا فاتحة هنا يشعلوا شمع فهمني ويدعيوا يقفوا ثميكا يدخوا يدعيوا معناها يطلبوا ربي فهمت بالصحة يطلبوا ربي نظرا لا بشنو لا لا بكري كانوا بكري كان البير هذي كان البير كان وجيوا عمو طوي كان الماء معاش موجود بكثرة كباش يدخل الناس تعوم تولي فهم الناس الاخرين ليس معاش يشربوا ماء خطر إيوالي مدردر رمال ولياش نعملوا احنا نعبيوا الماء البرا نحنا نحضروا للناس وليجي يعبي شوية ماء باش يشرب وإلا يعبي شوية ماء باش يخسر وجوه ويخسر طرفه معاش يسب له قب ويعومه كان بكري يسبه بثلوتاش حتى يصرب بثلوتاش طوي معاش ماء موجود برش فهمني ولينا نعبيوا الماء البرا والناس تجيد هز الماء اللي هز بيدون يخسر في دار وهز بيدون يصب في دار ويخسر صب على روحه فهمني كل حكاية معناها يتباركوا نظرا لكولها المقامة ذاير كله الذكر وكل واحد والمشاخ كما سيد محمد الإمام هو كان معناها إمام الجامعة الجامعة الكبير وكانوا المريدين يجيوا لهنا وكانوا بكري يجيوا من كامل الجمهورية يباتوا في العلية ذاكة ويعطي دروس في الشارع في الشارع وفي الفقه سيد محمد الإمام في الجامعة ما دام هو إمام ويجيوا لهنا يذكروا وفي العلية يباتوا ويفطروا هنا يجيوا من كامل الجمهورية كان بكري هكاك فهمتها طيب ما عادش وخبستان بورقيبة ما نحها كل حكاية كل عملها كلها مكاتب ومدارس ما عادش معناها قاعدين يجيوا طويق الناس هنا يزوروا فهمتها وإن شاء الله تركح الأمور هكا شوية وتصفى الأمور وصحة معناها تولي لباس وكل شيء ترجع نهار الجمعة ليلة الجمعة نهار الخميس ترجع المعاد يتسمى المعاد هو فيه الذكر وفيه القصعة وفيه كل شيء ترجمة نانسي قنقر